حالة من القلق والخوف تسود أوساط مربي المواشي في أغلب مناطق ذيقارة بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية التي تسببت بحسب المربين بهلاكة أعدادين من الأبقار والجاموس هنا ظاهرة ليست جديدة في العراق لكنها تفشت في الفترة الأخيرة انتشار هذا المرض الحمى القلاعية أو الحمى الثلاثية فأحنا نطالب مزارة الزراعة ومدرية البيئة المثال لجان مختصة أن يطلعون على الملعيش الزناوية محقروس فأكون ناس يعني عن الله على عيشة الحيوانات والأبقار فإذا أنصاب هذا المرض يعني قل الثروة مالت هذه الحيوانات ويؤكد مختصون أن هذا المرض ينتقل بسرعة كبيرة إلى مختلف أنواع الماشية مثل الجواميس والأغنام والماعز وغيرها ومن نتاجات المرض تسجيل أكثر من ألف إصابة بين الحيوانات خاصة الجاموس الأمر الذي أدخل المحافظة مرحلة الخطر وباتت من أعلى المحافظات التي سجلت هذه الإصابات لتؤكد الحكومة المحلية في ذيقار إنها خاطبت وزارة الزراعة للتعجيل باللقاحات لتفادي نفوق الحيوانات هذا المرض هو مرض موسمي حالة حالة الحموة النسفية يقوى في مواسم ويختفي في مواسم أخرى تعرفون بأنه الموضوع المستشفى البيطري الذي يتابع هذا الموضوع اللقاحات والأدوية الخاصة بهذه المرض هي خاصة بمزارة الزراعة اللي يعتبر الملف ما زاله ملف اتحادي لذلك ننتظر المزارة توفير اللقاحات الكافية لغرض العلاج هذه الحالة والسيطرة عليها فيما بيّن المستشفى البيطري في ذيقار إنه أرسل عينات إلى المختبر المركزي لمعرفة سلالة المرض الجديدة لتبقى الإشكالية الكبرى في عدم توفر اللقاحات وهو ما يؤدي لانتشار أوسع لهذا المرض وتأثيره على الثروة الحيوانية وأخذ عينات ورسالها المختبر المركزي في بغداد تأكيد الإصابة وجدت بعض الإصابات في الحموة القلاعية وكذلك الحموة الثلاثية موجودة في المنطقة ولكن الحمد لله بدون هلاكات فقط هو التقليل من الأمور الاقتصادية كالقلة إنتاج الحليب وكذلك ضعف الحيوان لعدم القدرة على الأكل في تلك الحالة سلالة جديدة من مرض الحموة القلاعية تهاجم المواشية في ذيقار متسببتان بخسائر مادية كبيرة للمربين وقد سجلت مئات الإصابات بهذه الحموة في مناطق مختلفة فيما وصف المربون بأنها الأكبر منذ سنوات لترتفع المطالب بمواجهة هذا الوباء قبل هلاكي الثروة الحيوانية في المحافظة من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة